أنا عنتر داود هذا وكان أحب يقول للمونت باللي لا لا احنا مش حكم عسكري يا عنتر داود يا عنتر داود المنصب اللي رك فيه تعرف اللي هذا المنصب كان لباعلي كان لواحد يسموه عبدالله بعلي عبدالله بعلي هذا خدم العصابة بلا حدود عرفوا شخصيا لما كنت في بداية الأيام تاعي في الدبلوماسية كان هو المسؤول على المنطقة المغاربية وأنا كنت في مكتب مغاربي وكان هو المسؤول وحتى رحنا في طائرة خاصة ذاك الوقت كان الوزير الخارجي سيد أحمد غزالي وذهبتنا عن طائرة خاصة كان ملف نتاعي من المؤتمر أو اللقاء مع الأوروبيين المغاربين والأوروبيين تقاوي هذا عبدالله بعلي وهو خارج المدرسة الوطنية الإدارة تقده في 11 يعني متخرج قبلي بثمان سنوات كان ظل سافيرا لما يزيد عن 20 سنة ما بين أندونيسيا ثم نيويورك وواشنطن دار نيويورك وواشنطن ولفترة طويلة بعد نيويورك ولو في واشنطن واخدم مع زروان واخدم مع ابو تفليقة وظل في المنصب جابوه قبل سنة أو سنة ونصف أو سنتين دخل وقالوا له خلاص رك راح لباريس وبالفعل عينوه وتحدثت الإعلام بأن السفير الجديد خدش السفير اللي كان في باريس كان إما عطع بوتفليقة وكان خرج يتحدث على العهدى الخامسة إلى آخره لما الشعب أطاح ببوتفليقة قايت صالح جاته بفرصة دخل هذا السفير اللي كان هناك وهذا بالمناسبة هذا السفير كان قبلي بسنتين أيضا مدفع سبعة عشر أو ستعاش تعالينا فبدأ باعلي حذر في روحه باش يروح على اساس أنه من المع الدبلوماسيين كما يشوفوه هما يعني الجهل هما متوطن عندهم لكن من بعد قالوا له قال له ابو عز وسيني لا ما تروحش أو قالوا القايت صالح القايت صالح قالوا لا ما تروحش الآن خلي فوتوا الانتخابات تابون ومن بعدها تروح لباريس وهكذا عينة مدير حملة انتخابات تابون عينة في سبتمبر 2019 في نهاية اكتوبر تقريبا 2019 استقال في الحقيقة طلب منه ابو عز وسيني أن يستقيل وأنا ذاك استقالوا كثير اللي كانوا مدرع الولايات لأن المخابرات الداخلية اللي كان يقودها ابو عز وسيني كانوا قالوا بالإخلاص رح نفوتوا ميهوبي وبدأوا هذوك يستقيلوا ومتع ليرندي ومتع الأفالين كلهم اللهم مع ميهوبي وسجنه اللي كان يمول في الحملة تعتبون سجنوه وشنت تلفزيون النهار شن عليه حملة عنيفة وانسحب عبدالله بعلي بعوامر من من ابو عز وسيني لأنه قال له خلاص الرئيس اللي قادم هو هو ميهوبي وأنا عارفه واشتراه بمدون ما ندخلوه في النهاية لقيت صالح فرض تبون فتبون الآن لو كان هذا مدام تبون موجود كرئيس لو كان عبدالله بعلي هذا يقولون هم هو ليميار ليميار مش راحين يعطلوا ولا منصب هذا إذا ما دخلوش للسجن إذا تبون ما دخلوش للسجن لأنه يعتبروا أنه خانوا طبعا لازم يأخذ الموقف تعالجنيرالات لازم يوافقه على ذلك وإلا يا عنتر داود ما تكونش انت السفير كان يكون عبدالله بعلي لولا صراع الأجنحة اللي بالمناسبة بعد وصلت إلى أن ابو عز وسيني أصبح جندي ليس أكثر من ذلك شكرا